الرزق مكتوب والرزق مقدر في الأزل أما الكتابة على اللوح حادثة مخلوق ولكن كتبت أشياء على اللوح وعلى كتب الملائكة أو صحف الملائكة إذا فعل فلان كذا يرزق بكذا وإذا فعل كذا لا يرزق بكذا فإذا في أسباب نحن مناخدها ومنسعى فيها وهذا سعي بالأسباب منه يتعارض مع التوكل على الله منها بعض الأذكار كأن يقول يا رزاق يا كريم يا رزاق يا كريم هذا وارد عن كثير من العلماء ومجرب وفيه سعى بالرزق منها كذلك بر الوالدين وكذلك أيضا أن الصدقة الله تعالى يبارك لك في رزقك إن تصدقته بعض الناس الله يضاعف لهم أضعافا كلما تصدق يدخل عليه الشيء الزائد قراءة سورة الواقعة بعد الغروب كذلك من الأسباب أن الإنسان ينفق ولا يخشى إقلاله النبي قال عليه الصلاة والسلام إذا وسع الله عليك وسع على أهلك كذلك تجنب الحرام فيوسع الله عليك بالحلال